يتدارس حالياً أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي وبتواجد فوزي لقجع بالرباط أزمة بعثة نهضة بركان في مطار الهواري بومدين بالجزائر لإيجاد الحل وحسب بعض المصادر المطلعة صادرت السلطات الجزائرية أمتعة طاقم نهضة بركان في المطار وعرضت عليهم الالتزام بإخفاء رسم خريطة المغرب على أقمصتهم مقابل استعادة الأمتعة المصادرة إلا أن الفريق رفض إخفاء الخريطة المغربية بملصق في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومنعت السلطات الجزائرية اليوم الجمعة بعثة فريق ننهضة بركان من مغادرة مطار الهواري بومدين في العاصمة الجزائر بعد وصولها بسبب خريطة المملكة المغربية الموجودة على قمصان الفريق البرتقالي ولا تزال السلطات الجزائرية لم ترخص لبعثة الفريق البركاني بمغادرة مطار الهواري بومدين بعد أزيد من ساعة من الانتظار داخل المطار في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة وشدت بعثة فريق نهضة بركان لكرة القدم رحالها صباح اليوم الجمعة إلى الجزائر من مطار وجدة أنكاد في اتجاه مطار بومدين بالعاصمة الجزائرية استعداداً لخوض مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بعد غد الأحد وسيواجه نهضة بركان اتحاد العاصمة الجزائري بعد غد الأحد في المباراة التي سيحتضنها ملعب خمسة جويلية بالعاصمة الجزائرية بدايةً من الساعة الثامنة مساءً لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية ترجمة نانسي قنقر